انطلقت فعليات بنالي الشرق يوم الاثنين بنسخة الخمسة عشر تحت شعار التاريخ حاضراً يستمر حتى الحادي عشر من يونيو المقبل من تنظيم مؤسسة الشرق للفنو يعد بنالي الشارق منصة دولية للعرض والتجريب لفنانين من المنطقة وخارجها منذ عام الفنوة تسعمائة وثلاثة وتسعين وذلك من خلال تكليف وإنتاج وتقديم أعمال تركيبية عامة ضخمة وعروض أداء وأفلام لفنانين من جميع أنحاء العالم مما جلب مجموعة واسعة من الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية والمنتجين للمجتمعات في الشارقة والإمارات العربية المتحدة والمنطقة البنالي يكون موجود في خمسة مواقع مختلفة في أمارة الشارقة في مدينة الشارقة في الحمرية في كلباء في خرفة كان وفي الذيد الأول مرة في مواقع جديدة هذه السنة بتشوفونها في البنالي وأعمال مختلفة في أكثر من 300 عمل من أكثر من 150 فنان من دول مختلفة الأعمال بتشوفونها في أكثر من 70 عمل مكلف خصيصا لإمارة الشارقة فهذه الأعمال اللي يشتغوا عليها وإنتجوها للبنالي بالإضافة لأعمال أخرى المواقع الجديدة هي قصر شيخ خالد في الذيد والمزرعة ومصنع كالباد الثلج لأول مرة بعد الترميم إن شاء الله بتشوفون المبنى بعد الترميم ونتمنى من الكل اللي يزورنا يأخذ الفرصة أن يزور هذا المشروع الثقافي المهم سبوع الافتتاح من تاريخ 7-12 فبراير والبنالي يستمر لمدة 4 شهر